ألخص المسيحية أسيس نظار في جملة واحدة أقول المسيح أتى والمسيح سيأتي لما بنتكلم عن المجيئين طبعا المسيح هو المخلص سواء في المجيئ الأول أو في المجيئ التاني إذا ممكن تحدثنا عن أوجه التشابه بين المجيئين الأول أقول أسيس نظار أن هناك دايما ارتباط بين المجيئين للمسيح في آيات مشتركة في الكتاب على سبيل المثال لما الرب يسوع قال في إنجيل يحن 14 وعدد 2 عندما قال أنا أمضي لأعد لكم مكانا هنا يتكلم عن مجيئ في الجسد لكي يذهب إلى الصليب ويخلص وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي إذن المجيئين دايما لقيهم في آيات وحدة أذكر آية تانية مثلا في عبرانين 2 عدد 10 قال كده لاقى بذاك الذي به الكل ومن أجله الكل على الله الآب وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد هنا بيتكلم عن المجيئ التاني في الاختطاف بتاع المسيح ثم يكمل آية ويقول يكمل رئيس خلاصهم بالآلام فالكتاب بيكلمنا عن لو حيث ألخص المسيحية أسيس نظار في جملة واحدة أقول المسيح أتى والمسيح سيأتي مقدرش أفصل الاتنين عن بعض أتى مخلصا وسيأتي لكي يخلص أوجه التشابه زي ما حضرتك سألتني دلوقتي المسيح جاء من ألفين سنة علشان يخلص يخلص يعني ينقذ 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 الإنسان من عدة أمور أخي نقول ثلاث أمور رئيسية الأمر الأولاني ينقذ الإنسان من عبودية الخطية فقال الرب يسوع المسيح من يفعل الخطية هو عبد للخطية ثم يكمل المسيح قائلا إن حراركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا يوجد إله واحد وسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذي بزل نفسه فديتا عن الجبيع المسيح جاء من ألفين سنة يخلص الإنسان من خطية يخلص الإنسان من عبودية الشيطان إحنا شايفيني النهاردة الشيطان بيعمل إيه في الناس ذاك كان قتالا للناس زي ما حاجة ذكرت من شوية الناس أصبحت متعطشة بالدماء يلا حارب يلا اضرب يلا موت يلا اسفك الدماء يلا هلل وإنت بتتبح أخوك هذا هو عمل الشيطان جاء الرب يسوع المسيح لكي يخلص الإنسان من سلطان الشيطان وما أروع ما قيل عن المسيح في عبرانين 2 الأعداد الجميلة 14 إلى الآخر يقول الكتاب أن المسيح اشترك في اللحم والدم لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ويعطق أولئك الذين كانوا خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبود المسيح جاء لكي يخلص جاءت امرأة خطيئة عند رجلين المسيح بكت عند رجليه وهذا هو طريق الخلاص أحبائي اشترك في القناة